السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي قناة كوراس بورت أهلا وسهلا بكم في كل مكان فيديو جديد أخبار جديدة وإراء 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 هنرد على الأكاذيب والإشاعات المغرضة في قناة النادي المنافس لكن لو أنت أهلاوي قلبك حديد في حديد اضرب اللايك الشديد عشان نوصل لأكبر عدد من مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان لو أنت أهلاوي ومش أهلاوي خلاص ما تضربش اللايك اضرب الديس لايك زي ما أنت عاين النهاردة القناة لنادي الزمالك أصبحت مرة تاع لنشر الفتنة والتعصب بين الجماهير ومصدر دائم لحالة الاختناق اللي موجودة بين جماهير النادي الأهلي وجماهير نادي الزمالك ووصل الحد لأقصى درجات التطاول أنه النهاردة قناة نادي الزمالك اللي مفروض مملوكة لإعلام المصريين الشركة المحترمة المسؤولين عن إدارة قناة نادي الزمالك المحترمين النهاردة سمحوا بمدخلة لواحد بيتدعي أن اسمه منصور الفردان وأنه مواطن بحريني كل العرب على رأسنا من فوق وحبيبنا واخوتنا وبيتكلم على أنه مواطن بحريني ومشجع للزمالك وأن البحرين والخليج والعرب كلهم زمال كوية والكل يعرف في الوطن العربي وفي الخليج العربي أن الزمالك نادي القرن الحقيقي ولكن جمهور الأهلي مجرد جهلاء مجرد جهلاء دايما قناة نادي الزمالك بتحاول توصل نقطة أن جمهور الزمالك هم دول جمهور الصفوة أما جمهور الأهلي دول شوية جهلاء إمبارح صبح عبد السلام تلع قال المشجع الزمالكاوي الواحد يساود تفكيره وعقليته ألف من مشجع النادي الأهلي محدش عقب على كده جي النهاردة مدخلة وتم استماح بمدخلة زي دي علشان يتسب ويتشتم كل جمهور النادي الأهلي ويتوصفوا أن هم شوية عالم جهلة بتشجع نادي الأهلي وخلاص وهم شوية جمهور بيب بيب عايز أقول لقناة نادي الزمالك والمسؤولين عن قناة نادي الزمالك أن أنت كده بتشعل فتنة كبيرة بين جمهور الناديين هات لمرة قناة النادي الأهلي تلاح حد فيها تكلم سواء كان مدخلات للجمهور أو أي حد من الضيوف اتكلم بشكل مزري أو شكل سيء ومسيء لجمهور نادي الزمالك بالعكس لما طلع رمز من رموز نادي الزمالك اتهان داخل بيته وداخل نادي الزمالك قناة النادي الأهلي هي اللي هو في الجمهور ودائما قناة النادي الأهلي بتبقى سباقة لإعلاء من قيمة الرموز سواء كان من رموز النادي الأهلي أو من رموز النادي الزمالك فالنهاردة أنا منتظر اعتزار اعتزار من المزيع واعداد البرنامج والأخ رئيس تحرير البرنامج ومن الشركة الملكة للقناة عن وصف جماهير النادي الأهلي بإنهم شوية جهلة عن طريق واحد لا نعرفه أصلا هو مصري ولا غير مصري ولا فعلا بحريني وحتى لو بحريني يتحرق على دماغه ودماغ اللي جابه لما يطلع يتكلم على الأهلي بالطريقة دي عايز تتكلم عن الناديك اطلع قول إزا مالك نادي القارن إزا مالك أحسن نادي في الدنيا إزا مالك أحسن جمهور في الدنيا قول زي ما انت عايز تقول قول إنما من غير ما تخطئ في النادي المنافس تكلم بأدب ولكن يبدو إن الجماهير دلوقتي جماهير النادي الأبيض أصبحوا بيسيروا بنفس أخلاق وقيم الإدارة عندك رئيس النادي بيطلع يتجاوز بيتكلم بألفاظ الناس الصغيرة والأطفال والشباب بيسمعوا الألفاظ اللي ما كانتش مسموحة أو مسموعة عندهم فبدأوا يسمعوها كل يوم بيطلع يتكلم بنفس الألفاظ والإهانات ويقول لك أمك صاحبتي وأمك مش عارف إيه وكل الكلام ده كله فأصبح هادي بالنسبة النهاردة الأخ فاروق جعفر فاروق جعفر اللي أيام مودرن سبورت طلع مع كابتن متحد شلبي وقال لك خلينا نتكلم بالورقة والقلم والفيديو موجود على السوشيال ميديا اكتب بس كده فاروق جعفر بالورقة والقلم الأهلي النادي القرن تكلم فاروق جعفر وقال لك الأهلي بالورقة والقلم هو نادي القرن في أفرق النهاردة وبعد مرور حوالي ست سبع سنين على مودرن سبورت النهاردة بيطلع بعد ما اشتغل في قناة نادي الزمالك وده فلوس نادي الزمالك النهاردة الأستاذ فاروق جعفر أو الكابتن فاروق جعفر طالع يتكلم وبيقول أن لا يا جماعة الزمالك هو نادي القرن ولقب نادي القرن اتفصل خصيصا على مقاس النادي الأهلي ومعظم رموز الأهلي عارفين كده كويس فاروق جعفر قال لك من حقنا ندور على حقنا في نادي القرن حقك أنا أهلا وهو بقولك من حقك أنك تدور على حقك في لقب نادي القرن بس كسر حق أي حد أنه يفكر أنه يستو أو يستولى على لقب مش من حقه روح للكاف روح للاتحاد الدولي روح للمحكمة الرياضية روح لأي حاجة روح لحلف الناتو روح لأي مكان في الدن اطلب بحقك لكن كسر حق أي حد يسرق أو يستو أو يستولى على لقب النادي الأهلي ويحاول يلزقه لي فاروق جعفر قال لك محدش كان يقدر يتكلم قبل مرتضى منصور ما يمسك نادي الزمال وأن النادي الأهلي كان هو اللي بيسوق الرياضة في مصر لكن مع ظهور مرتضى منصور في 2014 بدأ قوة نادي الزمالك تعود لي مره وهنا السؤال لفاروق جعفر في بعض الناس كنا بنحترمهم والله وكنا نتمنى أن احنا نفضل نشيلهم على رأسنا ونحترمهم ولكن في ناس باعوا نفسهم بالرخيص ما فيه ناس بتحفظ على قيمتها غالية وفيه ناس رخيصة تمانها رخيص كابتن فاروق جعفر أحب أوصل له معلومة أن في سنة 2001 لما الأهلي حصل على لقب نادي القرنة الأفريقي كان مرتضى منصور اللي فاروق جعفر بيطبله دلوقتي وبيقول لك هو الأسد والذكر وهو اللي رجع حق الزمالك كان موجود عضو في مجلس إدارة كمال درويش وكان موجود عضو في مجلس كمال درويش اللي بعد بوكي ورد وتهنئة للنادي الأهلي بعد فوز النادي الأهلي بلقب نادي القرنة مش معنى النهاردة مفتكر يتكلم مع موضوع أو عن موضوع نادي القرن تعالى نروح له واحد رخيص تاني وهو الأخ غير الحسن أسامة الغير حسن أسامة الغير حسن طلع أقسم بالله وأقسم بأيمانات الله إن أنا شفت بعناي لاعب من النادي الأهلي إما رجل صالح أو شهري كريم بيقبط فلوس الصفقة وهو ده صفقة القرنة والمفاجأة بتاعت مرتضة منصورة النهاردة أسامة الغير حسن بعد ما تلعت المفاجأة تلعت بليلة وطلعت موضوع تموينه بتاع وزيت وسكر وشاي ورز تلعى النهاردة الوضيع الرخيص أسامة الغير حسن يقولك يا جماعة أنا ما كانش في حاجة اسمها صفقة قرن أنا كنت بشتغل الناس وكنت عايزة أطلع ترند وكنت عايزة أركب الترند فأنا عملت كده بس علشان أركب الترند ولكن لا في حاجة ولا في صفقة ولا في أي حاجة فأتمنى أتمنى المسؤولين عن القنوات لما تستضيفوا حد في قنواتكم نقوا ناس نظيفة سيبك من العالم القزرة سيبك من العالم الرخيصة سيبك العالم اللي بتتبع بجنيه وعشرة جنيه اللي زي الغير حسن القبيح ده ده شغلته إن يطلع مطابلاتي بسجات مطابلاتي بسجات عايز يشتغل في قناة النادي عايز يرضي رئيس النادي عايز يشتغل مرمطون عند رئيس النادي فبيطلع يدي أي حاجة عشان يركب ترند والقنوات تبدأ تستضيفه طيب بالنسبة لي موضوع الحلقة الحلقة الممنوعة من العرض كان في حلقة مبارح وتمنعت عن العرض في نادي الزمالك وفي قناة نادي الزمالك عزيز المشاهد عزيز المستمع برامج الحلقة أو برنامج الحلقة مبارح كان بداية ظهور كل أعضاء أو المشاركين والضيوف والمزعين في الحلقة كلهم هيرتدوا تيشيرت نادي الزمالك مكتوب عليه بالبنت العريض نادي القرن الحقيقي والتسعة أكبر من السبع كلهم كانوا يطلعوا لابسين تيشيرت نادي الزمالك وعليه اللوجو ده إدارة إعلام المصريين المحترمين قالت لا لأنهم عارفين العواقب عارفين النتائج عارفين إلا هيحصل لو تلاح حاجة زي كده في القناة من ضمن البرنامج برضو في الحلقة بتاعت اللي اتمنعت من الظهور مبارح كان المفروض الأخ طار يحيا أحمد جمال والأخ خالد الغندور كانوا يطلعوا هم الثلاثة مع الديوف ورموز كرة القدم والقدامة من نادي الزمالك اللي راضي عنهم رئيس النادي موفور موس كتير النهاردة حسن شحاتة الرمز التاريخ والعظيم لنادي الزمالك بيعترف علنية أن الأهلي هو نادي القرن الحقيقي وإن أي حد بيقول غير كده هو مجرد رجوز بيلهو وبيوهم فريق أو جماهير النادي الأب من ضمن الحلقة الممنوعة مبارح أن كان في درع درع لنادي القرن الحقيقي وهيتم تسليمه لابن رئيس النادي في الحلقة لأن أنتو عارفين أن رئيس النادي ممنوع يعني من ضمن الحاجات اللي كانت المفروض تتعامل مبارح أن كان هيتم إظهار كشيرة نادي الزمالك الجديد اللي هيتم بيعه في الستورز والمحلات في نادي الزمالك علشان يتم بيعه كحاجة للاحتفالية بنادي القرن الحقيقي من ضمن الحاجات اللي كانت في الحلقة وهي طورة سيادة المستشار يلا حالا بالا بالا حي المستشار هيكون عيد ميلاده الليلة أسعد الأعياد فكان مبارح كانوا جايبين طورة كبيرة عليها صورة رئيس نادي الزمالك وتحتها نادي القرن الحقيقي برضو اتلغت قالك أي حاجة تخص نادي القرن حسك عينك تعمل أي حاجة كان من ضمن البرنامج الموضوع للحلقة أنها هيتم بس مباشر على الاحتفالات بتاعة نادي الزمالك السواريخ والبومب والفرعات والمهرجانات والحاجات دي كلها كانت هتتزع بس مباشر برضو الإدارة المحترمة المسؤولة عن قناة الزمالك وهي إعلام المصريين رفضت دا تماما كان من ضمن الكلام هيكون فيه مداخلة هاتفية للأخ محمد بيومي خبير اللوايح زي ما بيدعي أو بيقول على نفسه وهو محامي نادي الزمالك أو مشارك مع نادي الزمالك في موضوع نادي القرن كان هيخش مداخلة هيتكلم فيها على إن الزمالك على حقه والزمالك هو صاحب لقب نادي القرن ويا جماعة طمينه هينسحب اللقب وهنعمل 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 كل دا كان مخطط لحلقة مباح ولكن دايما شعرنا بنقول تأتي الرياح بما لا تشتهي الأوتوبيسات خلصت أخبارنا خلصت حكايتنا استنى منكم كل أراءكم وتعلاقاتكم شكرا لكم السلام عليكم شكرا لكم